بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بحضراتكم جميعا في اللقاء الرابع دمن السلسلة التعليمية Programming Basics for Beginners أو أساسيات البرمجة للمبتدئية اليوم إن شاء الله هنتكلم في موضوع Control Statements Control Statements يعني إيه؟ بمنطقة البساطة إحنا اتفقنا أن البرنامج عبارة عن مجموعة خطوات متتالية يتم تنفيذها لأداء مهمة معينة صح؟ البرنامج هنا قلنا عبارة عن مجموعة جمل أو مجموعة خطوات يتم تنفيذ هذه الخطوات أو هذه الجمل لأداء وظيفة معينة أو مهمة معينة زي مثلا أمسلا اللي خدناها نكتبنا برنامج مع بعض اللي هو بيحسب الarea مثلا تحت الريكتانجل أو مساحة المستطيل وكتبنا خطوات عرفنا متغيرات وكتبنا Cout وCn وواواوا الكمبيلر في الطبيعي بينفذ البرنامج إزاي؟ بينفذ جملة بعد التانية صح؟ بطريقة متتالية الطريقة اللي بيقولوا عليها إيه؟ Sequential Execution Sequential يعني إيه؟ يعني زي ما مكتوب هنا كده The Statements in Program are executed one after the other بيتم تنفيذ الجمل واحدة بعد التانية In the order in which they are written بنفس الترتيب اللي تم كتابة الجمل دي فيه صح ولا لأ؟ ده بيقال عليها إيه؟ Sequential Sequential يعني متتالي أو متوالي ماشي؟ ده الإسلوب الطبيعي في التنفيذ طيب هفترض إلا أنا لأي غرض حبيت أتجاوز جملتين مثلاً ونفذ الجملة الثالثة أو حبيت عندي جملة أو اثنين أو ثلاثة عاوز أكرر التنفيذ بتاعهم أكثر من مرة هنا أنا بكون خركت عن الأسلوب بتاع Sequential Execution ما بقاش كده التنفيذ بطريقة متتالية لا هنا الأسلوب بقى اسمه إيه؟ Transfer of Control يعني إيه؟ أنا غيرت غيرت المصار بتاع تنفيذ البرنامج صح ولا لأ؟ عشان أعرف أغير المصار بتاع تنفيذ البرنامج بحتاج ما يسمى بالControl Statements خلاص؟ يبقى الControl Statements هي بعض الجمل اللي هستخدمها عشان أغير مصار تنفيذ البرنامج بص كده ما هي على السلايد دي السلايد دي أنا عندي Sequential Execution أدل برنامج قدامي هنفترض اللي برنامج قدامي أدل جمل جملة 2، 3، 4، هنفترض اللي دي أرقام الجمل اللي عندي فانا لو شغال Sequential Execution خلاص طبيعي الCombiner بيبدأ ينفذ جملة وراء الثانية زي ما هنم متعودين الأسلوب الثاني اللي قلنا عليه Transfer of Control ده بيحصل إيه؟ هفترض مثلا أنه عندي حالة أنا عاوز أنفذ الجملة الأولى مثلا والثانية والثالثة ورابعة وتجاوز الخمسة والستة ونفذ الجملة السبعة يبقى أنا هنا غيرت في مصار التنفيذ أو هفترض اللي أنا عاوز الجملة مثلا خمسة وستة وسبعة دي أكررها ثاني وتالت ورابع أو أنفذها أكثر من مرة يبقى هدا برضو غيرت في طريقة التنفيذ بتاع البرنامج هلص واضح؟ طيب عشان أعمل الكلام ده محتاج Control Statement Control Statement يا جماعة بنقسمهم نوعين نقدر نصنفهم على نوعين في نوع اسمه Selection Control Statement وفي نوع اسمه Repetition Control Statement الSelection بمعناها إيه؟ برافو عليك انت خذت كلمة Select دي قبل كده Select يعني اختيار اه اختيار يعني ايه؟ يعني هاختار المصار اللي يمشي في البرنامج معناه إيه الكلام ده؟ يعني أنا ممكن أكون بنفس الجملة الأولى والثانية والثالثة وعاوز أعد الرابع والخمسة بناء على شرط معين أو عاوز أوقف التنفيذ بتاع الجملة أربعة وخمسة دي بناء على شرط معين فعشان كده يبقوا عليها Selection Selection يبقى انا اختيار المصار بتاع البرنامج بيتوقف على شرط معين طيب النوع الثاني اللي هو Repetition Repetition التكرار زي ما اخدنا للوقت فعشان كده بيسموها التكرار تنفيذ مجموعة من الجمل عدد معين من المرات فعشان كده بيسموها Repetition Control Statement خلاص واضح؟ تمام؟ النوع الأول اللي هنتكلم فيه اللي هو Selection Statement Selection Statement هناخد أول نوع فيها اللي هو الف Statement أولا يا شباب كلمة الف في الإنجليزي معناها إيه؟ لو اللي هي الشرطية أو في حالة حدوث كذا ودي بستخدمها إمتى؟ بستخدمها في حالة أما يكون عندي جملة أو اثنين أو ثلاثة يتوقف تنفيذهم على تحقق شرط معين يبقى أنا أثناء كتابتي للكوت عندي جملة أو اثنين أو ثلاثة تنفيذ الثلاث جمل أو الأربع جمل أو الجملة دي متوقف على إيه؟ إن فيه شرط معين يتحقق أو لا؟ لو شرط تتحقق يبقى أنا هنفز الجمل دي ما تتحققش الشرط يبقى مش هنفز الجمل دي خلاص؟ ده المقصود بالإفستيتمت مثلا هنفترض إن درجة النجاح عندنا من ستين فمعنى كده إيه؟ إحنا عاوزين نعمل برنامج لو الطالب جاي بستين فما فوق نطبع له رسالة باسد باسد اللي هي جاي من باسد يعني اللي أنت عديت نجحت يبقى الرسالة بتاعة باسد دي هتطبع أنت على الشاشة في حالة إن الطالب الدرجة بتاعته أكبر من أو تسوي ستين يبقى إذن أنا أوقفت تنفيذ الجملة بتاعة السي أو التباسد دي على إيه؟ على الشارط اللي هو يكون الدرجة أكبر من أو يساوي إيه؟ ستين بص كده الرسمة دي رسمة توضحية بسيطة خاصة أنا عندي شارط قادي الشارط أهو الكود ماشي كده يا جماعة في المسار ده وصلنا هنا للشارط عشان كده يسموها إيه؟ سيليكشن أهو سيليكشن يعني إيه؟ هختار المساري اللي همشي فيه السيليكشن هنا عندنا إيه؟ شارط بيقول إن هل الجريد أكبر من أو تسوي ستين؟ هل الدرجة اللي ولد جابها أكبر من أو تسوي ستين؟ في حالة إن الجريد كانت أكبر من أو تسوي ستين؟ إذن أنا عاوز أطبع الجملة دي عاوز أطبع كلمة بازد طيب افرض لأ يبقى الجملة دي مش هتطبع واضح يا شبك؟ خلاص؟ عشان كده بيسموها إيه؟ سيليكشن استيتمتس يبقى أنا باختار المسار اللي ببروجرم هيمشي فيه بناء على شارط معي ماشي كده؟ طيب خلينا نشوف شكلها في سي بلاس 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 بتكتب إزاي؟ بكتب اف وأكتب تحقسين وبكتب اكسبريشن معي الاكسبريشن ده معناه إيه؟ معناه ممكن يكون شرط شرط بناء على تحققه إذن الجملة اللي اسميه action statement دي هتتنفذ طيب افرض الشرط ده او الاكسبريشن ده طلع قيمته بفولس فولس يعني إيه؟ يعني غلط يعني الشرط متحققش في الحالة دي الاكشن استيتمت دي لن تنفذ طيب افرض أنا بناء على الشرط ده مش عاوز انفذ جملة واحدة بقى انا عاوز انفذ عدد من الجمل جملة او اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة مجموعة من الجمل مور زان وان statement في الحالة دي بحط الاكسر من جملة دول بين القسين دول شايفين القسين دول؟ قسين المجموعة دول بيسموهم block يعني معناها ايه؟ معناها في حالة تحقق الشرط ده انا مش هنفذ جملة واحدة تنفذ مجموعة جمل فعشان اقول ان المجموعة دول مع بعض فبحطهم بين القسين بطول المجموعة دول الاس واضح؟ ادي شكلها في السي بلاس بلاس هيكتب كده اكبر من او يساوي ستين هيطبع على شاشة كده خلينا نجرب الكلام ده هبدأ اطلب من اليوزر ان يدخل الدرجة بتاعته فاقول له انتر انتر يور جريد خلينا سيب سطر عشان ما يبقاش الكلام لازق في بعضه وهستقبل اليوزر هيدخله ب ناتفعنا ادام هنستقبل بيانات من اليوزر فلازم يكون عندنا نستقبل فيه فانا اقول انت ماركس او انت جريد ده اللي انا هستقبل فيه فانا اليوزر هيدخله هخطه في الفاريبل الاسمه جريد وبعد كده هشيك والله هقول اف الجريد كان اكبر من او يساوي الستين اعمل ايه؟ انا عاوز اطبع لليوزر سي اود ساكسيدد مثلا انت نجحت وبرده اسيب سطر عشان ما تبقاش كلام لازق في بعضه وحط السيميكول ماشي؟ تعالى نجرب كده هقول كنترول اف خمسة هلاقي قدامي انتر جريد هدخل مثلا سبعين فراح اقيل ساكسيدد يبقى ايه اللي حصل دلوقتي؟ هنا الاف كونديشن اتنفذ فشيك على قيمة الجريد فلاقي ان الجريد اكبر من او تستوي ستين لان انا مدخل كام سبعين فراح طبيع لي السي اود طيب خلينا ندخل قيمة اقل من الستين هو هنا بيقول لي انتر او الجريد هدخل مثلا خمسين فتلاقي عمل ايه؟ ما تبعش الجملة اللي هي بتاعت سكسيدد صح؟ ادي المفهوم بتاع الاف استيتمت يبقى الجملة بتاعت السي اود تنفذها متوقف على ايه؟ على ان الاكسبريشن ده اللي بين القزين ده قيمته تبقى بترو هنا هل الجريد اكبر من او تساوي ستين؟ هايسأل لو طلعب بترو يبقى الجملة دي هتتنفذ طلعب بفولس او غلط يبقى الجملة دي مش هتتنفذ خلاص واضح؟ ادي مفهوم الاف استيتمت بمنتهى البساطة طيب دلوقتي انا نفذت جملة واحدة طيب ممكن انفذ اكتر من جملة؟ اه ممكن اعاوز اقول له مثلا سكسيد وعاوز اطبع له جملة تانية اقول له سي اود جوتو زينيكست ليفل كده يا جماعة انا كم جملة؟ جملتين طيب هنا اتفقنا يا شباب اما يكون عندي اكثر من جملة عاوز انفذهم بعمل ايه؟ برافو عليك صح انت صح اهو لو رجعنا للسلايد لقيني بحطهم من قوسين مجموعة شايف؟ اهو هارجع هنا اروح فتح القوس ادي قوس المجموعة الاولاني وانهي القوس بتاعي هنا يبقى اذا الجملتين دول هيتنفذوا مع بعض تعال ان نجرب بعد بعد اقول كنترول اف خمسة اهو انتر يور جريت هدخل مثلا سبعين شوف هنا طبع الجملتين سكسيدد وبعدين جوتو نيكست ليفل واضح؟ يبقى دي في حالة وجود اكثر من جملة محتاجة انفذهم لازم احطهم بين قوسين المجموعة دول عشان اقول ان دول هيتنفذوا مع ايه؟ معها واضح يا شباب؟ تمام؟ طيب ورجعنا للسلايدز الثاني خلينا بقى نتكلم بشوية تفاصيل هنا مكتوب ايه يا جماعة من القوسين إكسبريشن طب ليه انا ما كتبتش كنديشن شرط انا كتبت إكسبريشن اليهو التفاصيل اميه متخفصة؟ إكسبريشن دي كان يكون canyonتر مار genre أي think people شهãy تلالك أيانه البحثين وال mayoría أيز هي التفاصيل اليهو التفاصيل الأحشان هو التعبير اللي بيستخدم لمقارنة two operands ببعض. الأبران دي هنا قلنا عليه اللي هو إيه؟ بالله ينعلك اللي هي الحدود المعاملة. لو أنا عندي حدين عاوز أقارنهم ببعض يبقى أنا بستخدم في الحالة دي مين؟ relational expression. الناتج بتاع المقارنة دي إيه؟ إما true أو false. إما yes أو no. اللي هي عندنا في البرمجة اسمها إيه بقى؟ true أو false. مثال عاوز أسأل هل A أكبر من أو يساوي ال-B؟ ده بيسموه relational expression. يبقى أنا عاوز أقارن الحد الأولاني أو الأبراند الأولاني ده بالأبراند الثاني اللي هو ال-B. مثلا هل ال-A أكبر من أو يساوي 99؟ ده الأبراند الأولاني اللي هو ال-A. أنا عاوز أقارنه بالأبراند اللي هو 99. فأنا عاوز أشوف يا رب هل يترى ال-A ده أكبر من أو يساوي 99 ولا لا؟ وهكذا. فده ما يسمى relational expression. ال-operators اللي بتستخدم في relational expression بيسموها relational operator بيسموها relational operator. بيسموها إيه بقى يا جماعة؟ relational operator. أدي الجدول بتاع relational operator. لو أنا عاوز أقارن هل ال-Operanد الأولاني بيساوي ال-Operanد الثاني؟ بيستخدم ال-Operator اللي هو اسمه equal-equal. خلي بالك. يبقى ال-equal-equal ده بيستخدم في إيه؟ في إني بشيك. هل ال-Operanد الأولاني بيساوي ال-Operanد الثاني ولا لا؟ خلي بالك. أنت دائما تغلط وتكتب يساوي واحدة. لا. ال-Operator اللي بيستخدم فيه عشان أعرف الأولاني بيساوي الثاني ولا لا هو equal-equal. double-equal. ال-Operational operator ده اللي هو not equal. أما بحط علامة التعجب قبل ليساوي بيسموه not equal. not equal يعني إيه؟ كأنك بتقول إيه؟ هل A لا يساوي السي؟ يبقى كتب إيه؟ A not equal C. طبعاً أنت عارف دي أصغر من يعني أقل من دي أصغر من أو يساوي دي أكبر من ودي أكبر من أو يساوي. يبقى باختصار بين القسين بتوع ال-F statement أنا ممكن أحط أي relational expression. ريليشنال إكسبريشن هو إكسبريشن اللي من الشكل ده اللي بيبقى عندي اتنين operant وعاوز أقارن بينهم. نتيجة المقارنة دي تبقى true أو false. فحالة إن ال-Return بتاعه كان ب-true معناها إن الجملة دي هتتنفذ. فحالة إن ال-Return بتاعي كان ال-Return بتاعه ب-false معناها إن الجملة دي مش هتتنفذ. إزاي ما احنا عملنا هنا. نما كتبنا if grade أكبر من أو يساوي ال-60 فكان بيمسك القيمة اللي دخلناها من على الكيبورد في البرنامج وهو اللي نرسة عمله دلوقتي. كان بيمسك القيمة اللي دخلناها من على الكيبورد. ويسأل هل القيمة دي أكبر من أو تساوي ال-60 ولا لا. أهو دي يا جماعة relational expression. أما كان ال-NATIC ب-true. آآ إن القيمة اللي دخلتها أكبر من أو يساوي ال-60 كان بينفذ الكود ده. في حالة إن النتيجة كانت ب-false لأهو ال-grade اللي انت دخلتها أقل من أو تساوي ال-60 فكان بيعمل إيه؟ فكان ما بينفس الجملة دي ويتجاهلها. خلاص ماضح؟ طيب. الحاجة الثانية اللي عاوزة بتاخد بالك منها إن الإكسبريشن ده ممكن يكون arithmetic expression. يعني إيه arithmetic expression؟ arithmetic expression اللي انت درسته اللي هو التعبير الرياضي أو المعادلة الرياضي. ينفع؟ آآ ينفع. طيب. هيبقى true أو false على أساس إيه؟ ما انت قلتلي. إن الجملة دي هتتنفس في حالة إن بين القسين ده قيمته كانت ب-true. صح؟ آآ صح. طيب الـ arithmetic expression هيبقى true أو false على أساس إيه؟ هنا هتلاقي الإجابة. In case of using arithmetic expression في حالة استخدام arithmetic expression. A non-zero value is considered to be true. آآ يبقى لو أنا كتبت بين القسين أي arithmetic expression. كيمته أو ناتيكته في الآخر كانت non-zero value. non-zero يعني إيه؟ أي قيمة مجابة أو سالبة مهم ما يكونش إيه؟ صفر. لو قيمته أي قيمة غير الصفر يبقى إذن كأن معناها إيه؟ بت-true. والجملة اللي تحتها دي هتتنفس. في حالة إن الـ arithmetic expression ده كانت قيمته ب-false. ب-false يعني إيه؟ يعني zero. خدت بالك. في الحالة دي يبقى الجملة دي مش هتتنفس. تعالي أوريك عشان تخب بالك شواء. يعني بص. سأفترض إن أنا عندي variable اسمه X. X ده أنا أدته قيمة ابتراضية 10 أو قيمة ابتدائية 10. ورح تكاتب كده. قلت إيه؟ الـ X. موديلس. ثلاثة. سي أوت. وإن نن ذيرو. كدان ننذيرو. الزائعة. رح تقديم معناها مطلوبة. رح تكتب بحالة إنسانية . أتحرك معناها مطلوبة الـ Arse. حسناء الجملة يا ترى هاتتنفس ولا مش هتتنفس؟ ستطبع الجملة دي ولا لا؟ ستقبل إيه؟ عارفين هاتتنفس لو كان اللي جوه الأقواس قيمته بترو. هل هو الأقواص الى الارثماتيك اكسبريشن ؟ لا الارثماتيك اكسبريشن تعبير رياضي معادلة رياضية هنا قلنا الارثماتيك اكسبريشن قيمت تبقى true امتى ؟ لو كانت قيمته non zero value هل دعونا نرى العشرة مود الثلاثة او العشرة مودلس الثلاثة اللي هو باقي القسمة يعني باقي قسمة العشرة على الثلاثة كم ؟ واحد عشرة على الثلاثة فيها الثلاثة والباقي واحد يبقى اذا الناتج من هنا واحد ادم واحد يبقى non zero value يبقى اذا الجملة دي هتتنفس تعال نجرب اهو كنترول F5 بص هنشوف هيتبع لا مش هيتبع طبع طبع non zero value ليه ؟ لانه مسك الاكس عمل اسمع على الثلاثة وجاب باقي القسمة اللي طلع واحد الواحد non zero value ادم non zero value يبقى true فاذا ننفذ الجملة طيب خلينا اعمل هلك كده بص هخليها على الثلاثة طب العشرة على الثلاثة باقي القسمة فاعتها كم ؟ zero لان عشرة على الثلاثة فيها الثلاثة والباقي zero يبقى اذا الناتج بتاع الارثماتيك اكسيبريشن ده كام ؟ zero ادم zero يبقى انا يعتبر ايه بالنسبة لنا false يبقى الجملة دي مش هتتنفس تعال نجرب كده اهو شايف الجملة ما تنفذتش ما تطبعتش على الشاشة non zero value يبقى اذا انا ممكن استخدم الارثماتيك اكسيبريشن وبناء على الفاليو بتاع الارثماتيك اكسيبريشن هل هي zero value ولا من zero value هيتم تنفيذ الجملة دي ماشي ؟ واضح ؟ خلي بالك بقى انا عاوز اعمل حاجة من الغلاط اللي انت بتعمله لو انا قلت كده إفل اكس equal equal 11 والاش civic دعوا هنا الجملة فعلا هناstart الدفع بداخل الارثماتيك لماذا ؟ لماذا؟ لأن هذا الريديشنال إكس إبريشن قمته بفولس لأن الـ X ب 10 و لا تساوى الـ 11 فبدل ما أكتب إثنين يساوي كتبت يساوي واحدة سوف يحصل ماذا؟ كنترول F خمسة عمل ماذا يا جماعة هنا؟ طبع الجملة إزاي؟ هي الـ X اللي هي بعشرة تساوي الـ 11 ما هو أنت ما استخدمتش الأوبريتور صح أنت عارف أما أنت قلت X بيتساوي الـ 11 كانتك بتقوله إيه؟ دي assignment statement يعني كانتك بتقوله حط الـ 11 في الـ X أدام الـ 11 اتحطت في الـ X الـ X دلوقتي هل هي zero value ولا none zero value؟ هذا فيه 11، ده أنت نظر t-value لشكلها لا انت جملة تساوي معالك انا يجب أن ليستقيم että الـy喜欢 وهو مش غلط في السنتكس يعني الكمبيلر مش هيعترض عليه انما الناتج هيبان فيه انك انت كاتب حاجة غلط هذه الحتة بتاعة الارثماتيك اكسبشن كان ضروري جدا انك تعرف تعالى بقى ناخد مثال مع بعض نحله كده انا وانت لوحدنا خلينا واحدة واحدة هنا بيقول write a program that accepts an integer from the user عاوزين نعمل برنامج ياخد integer من ال user يقبل من ال user integer number and in case this integer is even print out the following في حالة ان ال integer اللي انت خدته ده كان even يعني ايه يعني رقم زوجي اقضى علينا عالشاشة this number is even هنا زي ما تعودنا خلينا ان اقسم البرنامج ال input بتاعي هاخد integer من ال user ال processing بتاعي هو اني اقارن او احاول اعمل check هل الرقم اللي انا اخدته ده زوجي ولا مش زوجي الاوبد في حالة ان يكون زوجي ان انا اطبع الرسالة دي على الشاشة تعالوا نجرب نعمل المثال ده اهو انا هقول انا محتاج اكلم ال user اقول له see out enter enter any integer number خليني اسيب صدر اضع slash n طيب وبعدين طبعا انا اتفقنا لازم اعمل cn عشان اقبل او استابل اللي ال user هيددهولي وقدان قلنا هنعمل cn محتاجين ايه رافو عليه محتاجين variable فانا اقول integer هاخد اي variable من ال user انا اسميه number مثلا القيمة اللي اخدها من ال user هحطها في variable ده الاسمه number هنا عاوزين نعمل check ال check بيتعمل ازاي اه بif انا اقول والله if انا اعرف الرقم زوجي ولا فردي ازاي ها الرقم الزوجي هو اللي بيقبل القسمة على اتنين فهكتب كده اقول if number modelos اللي اتنين equal equal 0 دي معناها ايه يا شباب معناها ايه معناها لو النمبر باقي قسمته على ال اتنين كان بصفر معناها ايه انه هو كده رقم زوجي صح يبقى في الحالة دي هعمل cout واكتب هنا this number is even او هو رقم زوجي ادي المطلوب مني اللي check ده بتحتاجه كتير انت في الامتحانات او دايما نيجي السؤال بتاعه هل الرقم بزوجي ولا فردي فلو انا عاوز اعرف الرقم زوجي ولا فردي هعمل ايه اجيب المودلس بتاعه مع ال اتنين يعني باقي قسمته على ال اتنين باقي قسمته على ال اتنين كان بصفر معناها انه رقم زوجي otherwise او غير ذلك يبقى رقم ايه فردي طبعا نجرب كده control F5 ايه 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 الكنسل بتاعه ايه بيقول لي دخل integer number فانا هدخل مثلا رقم 20 20 ده زوجي ولا فردي زوجي طبعا او طبعا طبعا هو هنا لازق فيه كده عشان انا ما حطناش slash n اللي هي تسيب سطر جديد طيب خلينا اجرب ادخل تاني انا هعدل دي بس ادخل رقم فردي ادخل رقم فردي اقول مثلا رقم 15 هنا اعمل ايه ما طبع ليش الرسالة ايه انه ما راح شيك لقى ان فيه باقي قسمة وباقي قسمة في الحالة دي معناها انه ايه الشرط بفولس ايه بقى ما تنفس ادي مثال حبينا بس نأكد بيه الفكرة اللي هنا خدناها دلوقتي تعالى بقى تنقل على نوع تاني اسمه if else statement الف statement معناها ايه؟ لو الشرط اتحقق نفس الكود ده طيب اذا ما اتحققش انعمل ايه؟ هو بقى ده دور الف else معناها ان انا عندي مصارين عاوز امشي فيهم لو الشرط كان بترو همشي في مصار لو الشرط كان بفولس همشي في مصار تاني شوف شكلها ازاي؟ شكلها كده بوسكوس او هاجه شايك على grade بتاعت الطالب لو grade بتاعت الطالب كده اكبر من او ساو ستين يبقى الراجل ده باس عده طب لا اه؟ يبقى انا عاوز اكتب له فيلد في الجملة الاولى لا تدخلش عندنا الا اختيار واحد طيب انا قلنا لو اتحقق اعمل كذا طب لو ما اتحققش اعمل كذا هذه فايدة الف else يبقى الف else بستخدمها اما يكون عندي مصارين للبرنامج في حالة تحقيق تحقق الشرط اعزمش في مصار واذا لم يتحقق الشرط اعزمش في مصار اخر زي كده يبقى هيكتب بالشكل ده اقول له ان المارك كانت اكبر من ستين هتضعه على الشاشة باس else هتضعه على الشاشة فيلد اعلا نشوف السنتاجس بتاعها بمنتهى البساطة if expression ادي الaction statement الاولى ادي الجملة اللي عاوز انفزها else هنفز الجملة الفلانية طيب نفس الكلام اللي قلناه في حالة ان انا عاوز انفز اكثر من جملة يبقى if اكتب الجملة اللي عاوز انفزها في حالة تحقق الشرط بين الاقواس else اكتب الجملة اللي عاوز انفز في حالة عدم تحقق الشرط ادي المثال ادي المثال if grade اكبر من او يساوي الستين cout passed else cout a failed انا المثال ادي المثال ادي المثال ادي المثال سأخذ grade من الوزر و سأقوم بإستقبل اللي هو دخلهولي و أضعه في grade سأتكلم بسرعة لأنك المفروض يعرف الكلام سأقوم بقامة الوزر و سأضعه على الشاشة سأقوم بقامة الوزر و سأقوم بقامة الوزر في حالة ان الشرط كان بـ true, else يبقى معناها ان الشرط تطلع قيمته بـ false او الشرط لا تحققشي. يبقى في الحالة دي انا عاوز اطبع الجملة تانية اللي هي field لقدر الله يعني ربنا يكفي نور فيكم شرر الرسوب. نجرب ونجرب. نعمل كنترول F5. الكود قال لي انتر يو الـ grade. انا هدخل مثلا 40. حصل ايه ؟ طبعا على الشاشة ايه ؟ فيلد. ليه بقى انه راح يشيك على الـ f statement هنا. انا اهو الـ grade اللي هو بـ 40 طلع لا مش اكبر من او ساوي 60. يعني طلع الشرط دا ما تحققش. فراح رايح على الجزء بتاع الـ else فطبع لي field. واضح ؟ طبعا الطبيعي لو انا رمالت F5 دلوقتي ورحت كاتب grade 70 مثلا. فالتبع لي ايه ساكسيل لان هنا الشرط بـ true. واضح ؟ تمام ؟ ادي بمنتغة البساطة الـ FLC. يبقى الـ F العادية هنا عارفناها. الـ FLC باستخدمها اما يكون عندي مصارين للبرنامج. همشي في اي منهم حسب الـ condition. في حالة ان الشرطة حقق او الـ condition تلع بـ true. همشي في مصار معين. في حالة ان الـ condition تلع بـ false. يبقى انا عاوز ان نفس جمل اخرى او امشي في مصار اخر في البرنامج. همشي ؟ تمام. خلينا بقى نرجع الـ slides. هنا الراجل يديني مثال عشان نجربه انا وانت المعضاء. اسمه ايه ؟ يقول write a program that accepts an integer from the user. برنامج يقبل الانتجر من الـ user. we print out it is positive or negative. ويطبع لي هل الانتجر ده رقم موجب ولا سالب. خلينا نجرب نفسنا كده. انا هو. اقول integer number. انا محتاج اخذ number ده من الـ user. فاقول له c out. enter number. الرقم ده. موجب. هستقبله من الـ user بال-cn. واحطه في الـ variable اللي اسمه number اللي انا محضره ده. وهعمل check. فاقوله والله if. الموجب هو ايه ؟ الرقم الاكبر من الصف. صح ؟ فاقوله والله if الـ number ده. كان اكبر من الصف. خلينا نقول اكبر من او يساوي الزيرو. في الحالة دي انه هو رقم ايه ؟ موجب. صح ؟ يبقى c out. هطبع ان ده positive. صح ؟ طيب else. في الحالة else بقى معناها ايه ؟ لا ان الرقم طلع اقل من الصف. يبقى في الحالة دي. هقول. see out. انه هو ايه ؟ negative. سالب. صح ؟ ده لا يا شباب. هه ؟ تمام. اهو. على نقرب. انا هقول control F5. عشانا نفز الكود. ادي الكود بتاعي. انتر number. فانا هقول مثلا. ان انا عاوز ادخل رقم خمسة. خمسة ده ايه ؟ رقم موجب. بوستف. طيب. خليني بقى ادخل رقم سالب. اقول control F5. اقول مثلا. سالب. ستة. فهنا رحمة الله على ايه ؟ negative. انتبالك. يبقى هنا. اما دخلت الرقم. عمل check. اللي هو بين القسين ده. اللي هو بين القسين ده. حسب check. نفذ أي جمب. هنا طبعا. ادخلت سالب ستة. فاما عمل هل السالب ستة اكبر من قوي ساول صفر. اللي اجابة كانت لقى. فرح متجه للجزء. ونفذ السي قوت اللي هي بتقول negative. ادي مثال. برضو يثبت الفكرة في مخينا. طيب. بعد كده. هنخش في موضوع معقد شواء صغيرين. لو انت فهم من اللي فات مش يبقى معقد. ما فهمتش اللي فات. يبقى لاجعوه قبل ما تخش في حتك. هنا بيقول. نستد اف. كلمة نستد معاناها ايه؟ يعني جملة داخل جملة. يسموها ايه؟ جملة داخل جملة. فما بيقول نستد اف معاناها ايه؟ اللي انا عاوز احط if statement داخل if statement. ازاي ينفع؟ اه ينفع. تعال بص. هنا مثلا. write a program that accepts an integer number. رقم اجوم ابرنامج. ينفع الرقم صحيح. from the usual. in case the number is posted. في حالة ان الرقم كان posted. check and print out. whether it is even or odd. اه. لما نجي نحلل البرنامج دا ونفهمه؟ معناها لانا عندي كامل check دلوقتي؟ to check. اول check. هسأل هل هو posted ولا لا؟ يبقى دي checked. هل هو زوجي ولا فردي؟ ماذا يمت بقى؟ خلي بالك. ازاي يتم الكلام دا؟ اهو. براحة كده. اول حاجة if. النمبر كان اكبر من او يساوي الصف. معناها ان هو كده ايه؟ بوستف. بوستف. جواها بقى او تحتيها سألت هل هو موجب ولا سالب؟ اقسف هل هو زوجي ولا فردي؟ نجربها كده. اهو. انا اروح هنا. اول حاجة هسأل هل الرقم بوستف ولا نيجاتف؟ اسألها ازاي دي هنا قلنا عليها دلوقتي؟ اقول له الرقم دا اكبر من الصفر. معناها ان هو ايه؟ بوستف. طيب في حالة انه بوستف عاوزك تشيك لي تشيك تاني. اف النمبر مود الاثنين او موديلس الاثنين اقوال اقوال زيرو. معناها ان هو رقم ايه؟ موجب صح؟ يبقى سي قود. في الحالة دي هكتب انه هو ايفن. طيب. اقوال الث. هكتب انه هو قد. قد يعني ايه؟ فردي. واضح يا جماعة؟ ها؟ شفت الشغل ازاي؟ يبقى انت الرقم هتاخده. اول حاجة تشيك هنا اللي تشيك دا. لو اللي تشيك دا كان سليم هتكمل في اللي تشيك اللي بعدين. طيب اللي تشيك دا كان false. يبقى اصلا مش هخش اشيك على اللي تشيك اللي بعدين. صح؟ هل نجرب كده؟ اهو. انا هقول control F5. اول حاجة. هدخل مثلا رقم سليم. فهنا هدخل عشرة. فراح هيلي ايه؟ ها؟ عشرة. اه اكبر من الصفر. معناها ان هو ايه؟ رقم موجب. ثم عمل اللي تشيك دا. العشرة موديلس الاثنين بيساوي صفر. اه لان العشرة على الاثنين فئة الخمسة وتبقى صفر. صح؟ يبقى ايه زن دا رقم زوجي. راح كتيب لي ان هو ايه؟ ايفين. طيب. خليني اعمل كده. انظروا الف خمسة. قال لي دخل رقم. هدخل رقم سالب. اقول مثلا سالب عشرة. عمل ايه؟ ما طبعش حاجة. ليه بقى؟ لان اللي تشيك الاولاني. هل النمبر اكبر من صفر؟ عمل فيل. فولس. لا. ده مش اكبر من صفر. فاذا وبالتالي ما دخلش في اللي تشيك اللي بعدي. ماشي؟ يبقى ده ما يسمى بالايه يا جماعة؟ nested if. if statement. داخل if statement تاني. ماشي؟ تمام. ننتقل بعد كده يا شباب للتعرف على الف. else. if statement. انا مش كتبها غلط. هي اسمها كده. if. else. بمعنى ايه؟ واحدة واحدة. احنا دلوقتي ما استخدمنا الف. else. استخدمناها ليه؟ لان انا عندي مصارين ممكن البرنامج يمشي فيهم. ففي حال التحقق الشرط او الشرط كان ب true. يبقى البرنامج يمشي في مصار معين وهينفز جمل معينة. else. يقولنا معناها ايه بقى ان الشرط ما تحققش. او الشرط كان ب false. يبقى هامشي في مصار تاني. طيب هنفترض اللي انا عندي اكثر من مصارين. عندي ثلاث مصارات او اربع مصارات. اعمل ايه؟ مثال عشان تتضح الفكرة. هنفترض هنا زي البرنامج ده. ask the user to enter two numbers. and print out whether they are equal or there is one which is greater than the other. يعني ايه؟ وبعاوزنا نعمل برنامج. نطلب من اليوزر انه يدخلي two numbers او رقمين. وعاوزنا نشوف علاقة الرقمين دول ببعض. انا عندي كم احتمال بين الرقمين دول. عندي احتمال الاول ان هما الرقمين يكونوا equals. يعني يكون الرقم الاولان مساول الرقم التاني. الاحتمال التاني ايه؟ ان يكون الرقم الاول اكبر من الرقم التاني. الاحتمال التالت ان يكون الرقم التاني اكبر من الرقم الاولان. يبقى انا هنا اصبح عندي ثلاث مصارات ممكن البرنامج يمشي فيه. في الحالة دي بنستخدم بقى ما يسمى بالإيه الف إلس إف طب ازاي بص كده أولا طبعا الجزء الأولين ده هنا سألنا اليوزر ان هو يبخل لنا رقمين شوف هنا عملنا تشيك قلنا إف النمبر ون اكوال اكوال نمبر تو لو الرقمين متساويين عاوزين نطبع الرسالة دي اللي هما بوث او اكوال اللي هما الاتنين متساويين إلس إف هنا بقى سألت على الاحتمال الثاني لو الرقم الأولاني أكبر من الرقم الثاني يبقى هطبع على الشاشة ان نمبر ون اس جريتر زان نمبر تو إتبقى عدي كم احتمال احتمال وحيد ان هو يكون النمبر تو هو الأكبر من نمبر ون عشان كده كتبت إيه إلس إلس دي معناها إيه بقى ان لم يتبقى غير الاحتمال الثالث ده خدت بالك واضح ولا مش واضح يا شباب يبقى أنا عندي أكثر من المصار أمشي فيهم فبستخدم في الحالة دي إف إلس إف هذه الإف الأولانية اللي هنا عارفينها ثم بعد كده بعمل إلس إف واسأل عن الاحتمال الثاني لحد ما خلص كل الاحتمالات اللي عندي يعني أنا ممكن أعمل إلس إف عشر مرات مثلا ما عنديش مشكلة لحد ما خلصت كل الاحتمال اللي عندي ولم يتبقى غير احتمال واحد بستخدم مع مين الإلس هوريلك مثال تاني أسهل من ده مش أسهل من ده يعني هو المفروض ايه معقد شوية عنده بس هتتضح بالفكرة أكثر شوف المثال ده حين أنا بحسب الجريد بتاع الطالب الطالب عندنا عوزين نديله ايه أو بي او سي او دي او اف طبعا ده حسب الايه الماركس بتاعته حسب الدرجات صح؟ فهنا عندنا الجريد ايه بيتاخد في حالة ايه ان الطالب كان جايب أكثر من او يساوي تسعين يعني جايب تسعين فما فوق صح؟ طيب ولو جايب أكبر من او يساوي تمانين بنتديله احتمال بي بنتديله جريد بي ولو جايب أكبر من او يساوي السبعين بنتديله السي وهكذا صح؟ طيب أنا هنا عندي كم مصار ممكن يمشي فيهم البرنامج ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الاف قلس بوحدها مش تنفع لان الاف قلس بستخدمها عشان كم مصار؟ عشان مصارين أنا هنا عندي خمس مصارات يبقى استخدم ايه؟ برافو عليك الاف قلس اف فانا هسأل اف الجريد اكبر من او تساوي تسعين هل الجريد او تساوي تسعين هل الجريد او تساوي تسعين والله لو كان بـ true هبقى ايه؟ يبقى الراجل ده الجريد بتاعه ايه؟ طيب إلس اف هسأل عن الاحتمال التاني هل هو اكبر من او يساوي التمانين؟ لو كان true يبقى هبقى له بيه؟ هسأل عن احتمال التالت هسأل عن احتمال الرابع وهكذا لحد لم يتبقى عندي سوى احتمال واحد اللي هو الاف فارح كاتب ايه؟ ماشي؟ طيب تعال نجربها انا وانت اهو انا هروح دلوقتي هنا على الكود هعمل البرنامج بتاع الرقمين دول سهل هقول لله والله يدخلي انا عاوز الـ variable أستقبل فيه الرقم الاولاني و variable أستقبل فيه الرقم الثاني عاوز اسأل اليوزر على الرقمين عشان يدخلهم فانا هقول له انتر two numbers ادخلي رقمين اهو اليوزر هيبدأ يدخل فانا هستقبل منه بالـ cin هقول له حط الرقم الاولاني في number one وحط الرقم الثاني في number two طبعا الصيغة دي في الكتابة انا اخذناها قبل كده لو انت مش فاكرها ارجع للمحاضرات اللي قبل كده هتجدنا تريبا المحاضرة الاولى متكلمين فيها عن الصيغة دي في A في cn اتخل رقمين و حضرتها في الرقم الاولى و ابدأ اقارن بينهم فانا عندي اول احتمال ان هم يكونوا equal فاقول له انه هو النمبر الاولاني equal equal النمبر الثاني في الحالة انا اريدك تعمل cout و تقول equal ماشي؟ طيب كما بقى احتمال عندي؟ بقى عندي احتمالين يبقى الاحتمال الثاني هعوض عنه باللس افا اقول له والله لو النمبر واحد اكبر من او يساوي نمبر 2 يبقى لو الرقم الاولاني اكبر من الرقم الثاني عاوزك تطبع يبقى cout عاوزك تطبع ان نمبر واحد is greater هو الكبير ماشي؟ نجرب كده احتمال واحد فقط يكون نمبر اثنين اكبر من نمبر واحد فاقوض عنه باللس لانه لا يوجد احتمال الاحتمال الاحتمال الباقي فاقوض عنه باللس اخر احتمال عندي هو الذي استخدم معه الالس واضح يا شباب؟ اهو هطبع في الحالة دي بقى ان number two is greater ماشي؟ تعال انا نجرب كده كده يشوفه اشتاله لا انا هعمل control F5 اهو ادي الاوبود هو بيقول انتر two numbers فانا هدخل رسلا رقم 10 ورقم 15 ماشي؟ عمل ايه؟ قال لي number two is greater ليه اللي حصل؟ اولا هو عمل check هنا هل number one بيساوي number two؟ لا لان انا عندي 10 و 15 طيب نزل سئة للسؤال الثاني هل number one اكبر من number two؟ لا لان انا عندي number one بعشرة و number two كام؟ يبقى اذا ما تبقاش عنده الاحتمال الا فين؟ اللي في الالس وراح طبع ان number two is greater زي number one واضح؟ طيب تعالا نجربها ثاني control F5 هقول انا عاوز ادخل مثلا 10 والرقم الثاني برضو 10 طبع كام؟ equal لانه مراح هنا اول شرط قال هل رقم الاولاني بيساوي الرقم الثاني؟ حسنا ما انا مدخل انا مدخل 10 و 10؟ اه يبقى equal وخرج من بقيت الجمل لاني خلاص ادم الف اتحققت خلاص لا هيروح على الالس اف ولا هروح على الالس صح؟ طيب خلينا نجربها للمرة التالتة control F5 انا هدخل الرقم الاولاني 20 والرقم الثاني كام؟ 10 امرا فرقori هيحصل قليل او رقم الاولاني انا قارن و ايضاع رقم اوه 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 خلاص اين اما سأل السؤال هل رقم الاولاني اكبر من الرقم الثاني؟ فالاجابة كانت اوه true اننا ندخل قبل 20 والقبل 20 اكبر من 10 فارح تابع الجملة دي وخرج من الالس ما نفذهه وضح ، دعونا نجرب المثال الصعب ، المثال الذي كان من الماركس هذا الكبير ، دعونا نأخذ ماركس ونأخذها من الـ User فأنا سأخبر الـ User ، لو سمحت ، دخل الدرجة بتاعتك ادخل الدرجة بتاعته ، انا سأعرها منه بالـ CN ، وأخذنها في الماركس الذي سأحضره هنا ، درجة الطالب ، سأبدأ بقى أضع الاحتمالات بتاعت الدرجة فأقول ايه ، اول احتمال عندي أن يكون درجته أكبر من أو تساوي تسعين في الحالة دي أنا عاوز أعمل Cout ، أقوله You got A أنت خذت لتقديرك A ، ماشي ، طيب ، خمس احتمالات ، ستسأل على كل احتمال بـ LCF ، إلا الأخير ستسأل عنه بـ LCF اول احتمال ، سنسأل عنه بـ LCF ثم عندي احتمال 2 ، 3 ، 4 ، ثم سأل عنهم بـ LCF آخر احتمال ، سأل عنه بـ LCF ، سأل عنه بـ LCF إذا كان الماركس دي أكبر من أو تساوي الثمانين في الحالة دي عاوز أضبع له الرسالة دي عاوز أضبع له You got B ذلك ، سأل عندي احتمال كمان أن يكون الماركس أكبر من أو تساوي 70 في الحالة دي انا عاوز اطبع ان يوجد سي. طيب عندي احتمال كمان ان يكون الماركس اكبر من او تساوي ستين وفي الحالة دي انا عاوز اطبع له يوجد دي. بعد ذلك لا يوجد عندي احتمال واحد فقط. فليس محتاجة اكتب الس اف اكتب الس على طول. واروح طابع الرسالة بتاعتي سي اوت يوجد اف. انا بس احسن هنا دي اخليها كابتل. عشان الكود يبقى ريدابل كده سهل. ماشي. هدوس كنترول اف خمسة عشان يعمل بلد ويكمبيل البرنامج بتاعي. هنا هو. قل انترول ماركس. انا هدخل كام ؟ مثلا خلينا دخل خمسة وستين. القل يوجد ايه دي قل له. ازاي حصل الكلام ده بقى ازاي؟ واحده واحده واحده. اولا دخل ماركس انا مدخلها بخمسة وستين. فدلوقته راح شيء. هل الماركس اكبر من او تسايين فالاجابة غانيت لا. فنزل للاحتمال الاخر عند الاسف. طب هل الماركس اكبر من او ساو 80؟ الإجابة برضو لا. فنزل عند الاحتمال الاخر الاسف. هل الماركس اكبر من او ساو 70؟ برضو الإجابة لا. نزل عند الاحتمال الرابع. هل الماركس اكبر من او 60؟ الإجابة كانت yes true. فنزل منفذ الجملة اللي عندها. وخرج طبعا من غير ما ينفذ الاسف. طيب خلينا اجرب تاني اقول كنترول اف خمسة. هنا انا هاول ادخل مثلا كام؟ 40. قال لي you got if. ايه اللي حصل؟ برضو نفس الكلام. خد. انا هطلع بس الكود فوق كده عشان نشوفه مع بعض ان نشغالين. اهو. هنا عمل ايه؟ خد الكلام. خد الماركس بقيت 40. سأل على الشرط ده ما اتحققش. الشرط ده ما اتحققش. الشرط ده ما اتحققش. الشرط ده ما اتحققش. اصبح ما قداموش اللي احتمال واحد اللي هو مين عند الاسف. فقال لي you got if. خلاص؟ واضح؟ يبقى ده ال if else statement بستخدمها اما بيكون عندي اكثر من مصارين ممكن البرنامج يمشي فيه. واضح يا جماعة؟ تمام؟ طيب. انتقل بعد كده يا شباب للكلام عن موضوع مهم جدا وهو combining more than one condition. يعني الجمع بين اكثر من شرط عند استخدام ال if statement. معناه ايه الكلام ده؟ انت لو تاخد بالك احنا لحد دلوقتي كل الامثلة اللي خدناها تقريبا بنيجي بين القسين بتقلقى ال if statement وبنكتب شرط واحد. صح؟ صح؟ ده ادي شرط واحد هنا شرط واحد هنا شرط واحد. السؤال هل يمكن اجمع اكثر من شرط بين القسين دول؟ يعني ممكن اعمل تشيك على اكثر من condition في نفس الوقت؟ الاجابة yes. اه ينفع. طيب ازاي هيتم الكلام ده؟ ازاي اجمع بين اكثر من شرط في نفس الوقت؟ الجمع بين اكثر من شرط في نفس الوقت بيتم باستخدام ال two operators دول. اما ال and operator او ال or operator. ماشي؟ ال and operator والor operator بداب بيطلق عليهم logical operator. طيب ال and operator معنى ايه؟ معنى بيقول the expression value is true if and only if both conditions are true. يعني ايه الكلام الصعب ده؟ ولا صعب ولا حق. بص؟ ادي ال expression اللي هو بين الاقواس انت عندك ال if تفتح قوس وتكتب expression صح؟ هنا بيقول ال expression ده او اللي بين الاقواس ده الناتج بتاعه هيبقى true. امتى؟ في حالة ان الشرط ده يبقى true والشرط التاني كمان يبقى true. ادي بمعنى ايه؟ if and the only if both conditions are true. يبقى انا لو انا عامل if statement وبعمل check بين الاقواس على اكثر من condition يبقى الناتج بتاع ال if statement ده هيبقى true امتى؟ لو الشرط الاولان يتحقق او كان true والشرط كمان التاني يتحقق او كان true. شوف المثال ده تعالوا نفهمه كده؟ هنا بيقول لي ايه؟ انا عاوز اشيك هل number one ده between zero and 100 امتى؟ انا عشان اكتب شرط زده اعمل ايه؟ اقول كده if number one اكبر من او يساوي الصفر and number one اصغر من او يساوي المية مش هو ده معناها between zero ومية انه او يكون اكبر من او يساوي الصفر و اصغر من او يساوي المية انا كده جمعت بين شرطين صح؟ يبقى الرقم هيبقى between zero والمية امتى لو اتحقق الشرطين دول مع بعض ففي الحالة دي هقول ان number is between one and main. else. else معناها ايه انت تعرف؟ else معناها اما الشرط الاولاني بالفالس والتاني بالفالس او اما احد الشرطين حتى بفالس صح؟ ماشي؟ يبقى في الانت لازم الشرطين يكون قيمتهم بالtrue او الشرطين يتحققوا عشان تقدر تنفس الجملة اللي تحت الفالس يبقى false امتى لو ايا من الشرطين كان بفالس او طبعا كلا الشرطين كان بفالس ماشي؟ طيب قمنا للor لا الor قالك ايه اذا expression value is true if one condition is true يبقى لو انا مستخدم بدل الانت هنا or وcondition واحد حتى هو اللي بترو يبقى اوكيه ماشي؟ فهمت الفرق؟ ماشي؟ واضح ده؟ طيب تعالى نجرب المثال ده شوف المثال ده كده؟ المثال اللي انا اشتغل عليه اللي هو بتاع الماركس هنا عبد الله شوي قالك الولد هياخد ايه في حالة انه هو يكون greater than or equal 90 and less than or equal كام 100 يعني حصرنا كده بقى التقدير ما بين التسعين والمية اللي هو هياخد ايه؟ لو كان جايب اكبر من التسعين واصغر من المية فانا الشرط اختلف فبعدك تكتبه ازاي بقى قلت ايه؟ الماركس اكبر منه equal 90 and وفي نفس الوقت الماركس اقل من او يساوي المية طيب الشرط الثاني قالك ياخد بي امتى؟ لو كان اكبر من او يساوي التمانين واصغر من التسعين يبقى هتكتبه ازاي؟ في الماركس اكبر من او يساوي التمانين and الماركس اصغر من التسعين يبقى انت عشان تعرف تاخد بي لازم الشرط ده يتحقق في درجتك وكمان الشرط ده يتحقق واضح او لا يا شباب ادي الفكرة بتاعت ال and طيب خلينا نعمل المثال ده انا مش هديت عالك كتير فيه انا عاملينه قبل كده هنغير بس هنا اقولنا لو الماركس اكبر من او يساوي التسعين عايزين نحط and فنعمل and ان الماركس كمان يكون اصغر من المية او يساوي المية هنا اكبر من او يساوي التمانين ويكون في نفس الوقت اقل من التسعين فيبقى قولت and الماركس اصغر من ايه تسعين هنا اكبر من او يساوي سبعين وفي نفس الوقت يبقى and ان الماركس كمان اكبر من او اقل من التمانين وهكذا واضح ولا لا يا جماعة هنا اكبر من او يساوي الستين and في نفس الوقت يكون كمان الدرجة دي اقل من سبعين ماشي خلاص واضح يبقى دي انا جماعة من شردين تعال نجرب كده هدوس كنترول اف خمسة اهو يقول لي دخل الدرجة فانا هدخل درجة مثلا خمسة وتسعين فطبع لي ايه يوجد ايه ايه اللي حصل دلوقتي راح هنا شايك على الجريد دي فلاقى الماركس بتاعتي اكبر من ازاوي تسعين يعني الشرط الاولين يتحقق طيب الشرط التاني الماركس اصغر من او يساوي الماء برضو الشرط التاني يتحقق فيبقى هنا في الحالة دي قال لي يوجد ايه لان انا شرطين اتحققوا الشرطين بترو فاصبح انا الجملة دي يمكن ايه تنفذها واضح يا شباب طيب خلينا اجرب لك مثال كمان كنترول اف خمسة هنا انتر يور مارك هدخل مثلا مثلا يعني خمسة وتسعين فقال لي يوجد سي ايه اللي حصل اما شايك على الماركس بتاعتي هل هي اكبر من او ساوي تسعين لا كانت بفولس يبقى اذا الادام قابلني فولس وانا مستخدم الان دي يبقى كل اللي بينه اقواص بايه بفولس كتبه لك طيب وصلنا الاد هنا السابعين هو اكبر من او ساوي السابعين يس طيب هل هو اقل من الثمانين يس بترو يبقى اذا الشرطين اتحققوا فاذا طبعلي بجملة بتاعتي يوجد سي ماشي واضحة دي يا جماعة اللي مش واضحة طيب يبقى دي الفكرة في الجمع بين الايه الشرطين اجمع بين الشرطين ان انا اخط بينهم انت او اخط بينهم ايه اور اشتركوا اللي بقى انتظروا لان دي الفترة في الجمع بين الحديد ايه حدد خلينا ناخد مسال كمان اصعب شوية بس عشان ناااكد بي الفكرة في مخيرة بص ابداع المثال ده بقول ايه اكي امبني انشورز اتس امبلويز ان consultants فلوينجي كيسز يعني الكمباني دي عندنا شركة بتأمن على الموظفين بتاعه في الحالات دي. اول حاجة ان يكون الامبليي مارد يعني لو موظف مارد متجوز هنأمن عليه. ادي اول حالة ان المارشال ستيتوس ماريتال ستيتوس اللي هي الحالة الزوجية يكون مارد هنربوز لها بالرمز M او يكون امبليي سنجل سنجل يعني ايه اعزب لكن ميل ويكون ميل ميل يعني ايه ذكر. اضاف سيرتي يرز والاج بتاعه اكبر من 30 يبقى دي الاحتمال التاني ان هو يكون الماريتال ستيتوس اس اللي هي السنجل يعني السيكس ميل مال تلاتين او انه يكون سنجل مال تونتين فميل يعني ايه؟ فميل يعني انسة افو خمسة وعشرين ساعة. او عندها اختر من خمسة وعشرين سايه. يبقى دي تلت شروط يمكن الوضع منه باستخدام ايه هنا بقى الشرط. يكون متزوج او يكون سنجل وميل وعمره اكبر من ثلاثين سنة او يكون سنجل وفميل وعمره اكبر من خمسة عشر سنجربه واحدة واحدة طبعا هنا لدينا Input Parameters او Input Arguments او Variables او ناخدها من الوزر مثل مين؟ اولا حالة الحالة الزوجية وال6 اللي هو النوع والage بالعمر طيب خلينا نجربه بادينا كده اهو انا هعمل Variable نوع و Character استقبل فيه الماريتال ستيتوس اللي هو الحالة الزوجية و Character تاني محتاجه عشان اسجل فيه ال gender اللي هو النوع او 6 و محتاج انتجر اخزم فيه الage ثم هبدأ اسأل اليوزر هقول له see out Enter your Marital Status او الحالة الاجتماعية بتاعه ستيتوس او ماشي طيب ثم سي اود طبعا بعد ما اظهرت له دي فانا لازم استقبلها بسي ان انا مجلها لك بالاسلوب السهله عشان لو ما يبقاش مدوسع سي ان الناتج بتاع ده هقبله فين؟ في ال Variable اسمه Marital اللي انا مجهزه هنا او او وهطلب تاني see out اقول له Enter your gender اللي هو النوع بتاعك تذكره او انسى؟ ماشي؟ وهقبل الكلام ده في Variable اسمه ايه؟ gender اللي انا محضره عشان اقبل فيه النوع وهطلب see او التاني اهو عاوز enter your edge وبرده نفس الكلام هستقبل الكلام ده هعمل see in اهو وهطلب منه الكلام ده يدخلهولي في ال Variable اسمه edge اللي انا مجهزه طيب ابدأ في كتابة ال Conditions كتابة الشروط عشان مغلط شيء ادخل على السلايد السلايد هنا بتقول ايه؟ ان اول حاجه انه هو يكون فايدة themerital status ماريتا ارى فايدة ماريتا ماريتا او ماريتا او اور فايدت اليحنا حللنا المشكله قد اختلاق الحال وعندما حللت المشكلة فأنت ترجم الحل الذي اقوم بتلك الكود وعندما حللته وعندما حللته وعندما حللته وعندما ترجم الخطوات للكود فهنا بيقول لي أور اهو الأور عندي في البرمجة هنا ازاي اهي أور ايه يا سيدي قال لي أور او انه يكون سنجل راجل عزب او وكمان يكون ميل ويكون الاج بتاعه اكبر من 30 طيب أنا الثلاث حاجات دول ما عشان ربطهم ببعض ربطهم هنا باستخدام الان هحطهم مع بعض في قوسين لان دول كلهم بالنسبة لي حالة واحدة نتفقنا قبل كده اللي بتحط بين الأقواس بيتنفز مع بعض كأنه ايه حاجة واحدة فانا هنا ايه بقى اللي عندي ان يكون الماريتل بتساوي اس وكمان يكون الجندر بيساوي ام الجندر اللي هو النوع او السكس يعني وكمان يكون الاج اكبر من 30 ادي الاحتمال الثاني ارجع لالسلايب خصوص الرابت والفي احتمال ثمان کہ او هار ويمكن بجمع ايه. على اقوم ب President is or المرة اتمنى التالت هو هو تقريبه الاحتمال الثاني، وأنا اخذ وكوبة عشان تmış كثير هافض وكوبة هوت وbet أن يكون الماريتلG started Single جندر او النوع Female الانسى ويكون الاج اكبر من خمسة وعشرين واقفوا للقوس ان انا كنت فتحه بتاع الاف ماشي طيب لو ده كله حصل عاوز تعمل ايه بقى او اي احتمال من دول حصل عاوز اطلع له رسالة سي اوت يو ويل جيت انشورانس ما اصدعه ايه بقى او ايه بقى ايه بقى ثم يشبه ايه بقى ايه بقى ان في ايه ايه بقى انت كل الفكره انك انت ما بتستخدم الor او بتستخدم الant حسب الظروف بتاعتك. لو انت عندك لو شرط واحد يتحقق يبقى الكلام اوكي يبقى في الحالة دي يستخدم الor. لو عندك لازم كل الشروط تتحقق يبقى في الحالة دي لازم تستخدم الant. ناشي. طيب لو انا عاوز اجرب هدوس كنترول F5. سوف ادخل البيانات المطلوبة فانا ادخل M قال لي انتر يور جيندر فانا هدخل M ثم انتر يور ايج هدخل مثلا 40. قال لي you will get insurance. تفتكر ليه؟ اهو لان اول شرط اتحقق انا ادخل في الماريتل الستيطس ايه؟ M فهدام شرط واحد يتحقق ب true يبقى باستخدام or خلاص يبقى كل الناتج ب true. صح؟ فقال لي you will get insurance. طيب خلينا اجرب حاجة تاني. اعاوز اعمل هنا بس slash in وهنا slash in عشان ليبقى في سطر. اقول ctrl F5. هنا انا هدخل في الماريتل ماريتل الستيطس او الحالة الزوجية هدخل S. S يعني single. قال لي انتر يور جيندر فهدخل female. انتر يور ايج هدخل مثلا 27. قال لي you will get insurance. ليه؟ لان الاحتمال التاني ده تحقق انا قلت له ان الماريتل الستيطس او الحالة من كام من خمسة وعشرين. طيب تعالى نجرب تالي. هنا بيقول لي دخل الماريتل الستيطس انا هدخل بص بقى هدخل حاجة غلط. جي. مثلا. طيب هيقول لي انتر يور جيندر. ادخله مثلا. اه الجيندر ميل. انتر يور ايج هدخل الخمسة وثلاثين. قال لي ايه؟ you will not get insurance. طبع اللي في الالس. ليه بقى؟ لان ولا احتمال من هنا طلع بترو. ادم ولا احتمال طلع بترو معناها ناتج مع اني باستخدم الار. بس ولا احتمال طلع بترو يبقى ناتج ايه في الاخر؟ false. ماشي؟ ففي الاخر ادم false فراح طبيع لي جزء بتاع الايه؟ الالس. واضح يا جماعة؟ خلاص؟ ادي المثال ده حاولت اجمعلك في استخدام الاند مع الار عشان تبقى الفكرة عندك واضح. المثال ده محتاج انك تشوفه مرة واثنين وثلاثة عشان تعرف تعمله تاني زي ما انا عملته كده. ولازم تجربه بايه دقك عشان تحس بيه. ماشي؟ شكرا.